السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وإن شاء الله يكون فيديو مفيد على قناتنا النهاردة هنتكلم عن أفضل خمس مواقع حتى الآن بتديك صورة عالية التفاصيل وصورة دقيقة جدا من التكست باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقريبا كل المواقع اللي النهاردة هنشوفهم أو هنتكلم عنهم وهي مواقع احنا اتكلمنا عنها من قبل بالتفصيل ولكن احنا جايين نشوف المواقع دي الاودبوت بتاعها دلوقتي بقى عاملة ازاي ونقارن بين كل موقع وموقع في الانتاج بتاعه أو الاودبوت بتاعه وده اللي حيخليهم من وجهة نظريهم أفضل خمس مواقع ممكن لك انت تستخدموا عشان أجيب لك من الآخر يعني بدل ما تعد تدور على المواقع كلها ويبقى عنده بليست مليانة مواقع دي المواقع اللي الحد دلوقتي بتديك اوتبوت اعتقد ان انت ممكن تكون راضي عنه في النهية ده اول حاجة انت هتروح تجيب التكست برامت اللي انت هتشتغل بيه النص اللي انت هتحوله لامج وانا تعودت ان انا عشان احصل على نص جيد والبنية بتاعته مز مزبوطة وسليمة بستخدم AIPRM extension على شاة جيب تي وكنت شرحته من قبل ده extension عادي جدا بتروح لموقع AIPRM شاة جيب تي برامتس وتبتدي تنزل extension وتعمل sign up فيه او تعمل login لان انت قريضي هتروح للموقع وتنزل extension وتعمل login من شاة جي بي تي هيكون الشكل قدامك بالمنظر ده بتروح في الطابق تختار generative AI انا هروح هنا اختار AI image PRM generator بشكل عام يمشي مع كل المواقع تقريبا مش هختار يعني حاجة بعينها وهنا مثلا هختاره وحبتزي يقوله make a description for a man is walking in the morning in the street key high details for face and more realistic photo وحنشوف حايد ديني ايه هنا حيبتدي ديني two response واختار ما بينهم انا هختار هختار ده هختار a man is walking in the morning street capture in high detail اوكي with emphasize on facial feature هختار ده كده انا عطيلي negative promise ممكن تستخدمه للمواقع اللي فيها الامر السلبي اللي انت الحاجات اللي انت مش عايزة هتظهر في الصورة هبتزي اول حاجة اروح لimage creator from microsoft designer وابتزي احط الامر بتاعي هنا هنا مفيش امر سلبي هنا بتحط الامر بتاعك فقط وبعد كده هبتزي ان انا اقول له create دي النتائج اللي انا حصلت عليها انا كنت عايزة الوش يكون في تفاصيل انه هو يركز على details الخاصة بالوجه وقادي الشخص اعطيني كذا صورة والصورة اللي تعجبني هبتزي اختارها وابتزي اعمل لها download من هنا التفاصيل في الصورة عالية مفيش watermark حينتج يعني الميزة في المواقع اللي هتكلم عنها النهاردة ما فيهاش watermark في بعضها مجاني تماما وبعضها الخطة المجانية فيه كمان حلوة يعني هتمكنك ان انت تنشئ صور بعدد لبأس بيه بشكل يومي طبعا هنا الاعمار متفوتة انا ما قلتلوش middle age man ولا قلتلو young man فهنا هو عطالي varieties بالنسبة للاشخاص على حسب السن ابتدي ان انا اختار واعمل download ده اول حاجة معي وانا بصراحة برضو ده موقع ممتاز باستخدمه كتير وهنا بيستخدم دال اي تاني موقع معي النهاردة هو ايديو جرام وايديو جرام اتكلمت عنه قريب واتكلمت عن الاصدار الجديد 1.0 وقلت ان هو ممتاز جدا وبيمكنك كمان من الكتابة على الصورة انا هروح احط هنا الامر بتاعي وهنا انا هفعل magic promise او ما فعلوش زي ما انا عايزة وهنا ratio مثلا ممكن اختارها 16 لتسعة او واحد لواحد الموديل انا هاختار احداث حاجة هنا الفيزابلتي هتكون public علشان تروح للprivate يعني انا روح تم عادت برايفيت لازم ان انت تروح لديو جرام بلس مش محتاجة الموضوع ده انا هروح هنا للببليك وبعد كده هنا ممكن اختار ما بين photo illustration و 3D render وسينيماتيك انا هاختار سينيماتيك هشوف كده generate هينتج لي ما تتخدش وهو بينشئلك هتحس كده انه ابيض و سود والاشكال غريبة هو في عملية processing بيكون بالمنظر ده زي ما احنا شايفين هو عطاني شخص وشخص يعني مش عارفة هو ليه عطاني الشكل ده ولكن هو هنا يعني حب ان هو يبدع شوية ليه لان انا هنا قلت له ايه انا هنا قلت له الماجيك براميت on لو انا قلت له off وجيت عملت generate هتلاقيه التزم بالامر بالزبط يعني بحزفيره auto يعني هيبقى في النص كده لكن لما انا اقول له off الماجيك براميت اقفله هنا انا هخليه يلتزم معي بالامر فاخد بالك من النقطة دي ما تقلقش ما تقولش لا اهو مش منفز الامر لا انا عايزه لا انا فتح الماجيك براميت فانا حبيت ان انا اوليك الجزئية دي بصوا بقى جميل ايديو جرام بصوا التفاصيل الخاصة بالصور الصور ممتازة جدا دقتها عالية جدا زي ما احنا شايفين تعالوا كده نجرب مع بعض اشيل السينيماتيك وخلي الفوتو ونبص على الفوتو ادي الفوتو ممكن ما تبانش رياليستيك اوي ولكن ايضا الصور حلوة ده بالنسبة الايديو جرام نيجي بقى لبلاي جراوند والبلاي جراوند كنا اتكلمنا عنه ايضا مؤخرا هنجرب مع بعض النهارده كمان البلاي جراوند version 2.5 هروح احط نفس الامر بتاعي وحروح هنا اجيب النيجاتيب براميت علشان اكسكلود الحاجات دي من الصورة لان هنا ممكن تحط نيجاتيب براميت هروح اخده كده كابي واروح دي على بلاي جراوند وابتزي احطه هنا وحاختار الفيلتر هروح اختار رياليزم وحروح للموديل هاختار بلاي جراوند version 2.5 وهنا هاختار الامج دايمينشنز بتاعتي الابعاد الخاصة بالصورة وبعد كده هبتزي ان انا اقول له جينيريت ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي بلاي جراوند دي النتيجة بلاي جراوند ايضا من موقع الممتازة جدا دي النتيجة انا طلبة اعتقد صورة واحدة بس في الانتاج مش اكتر من صورة ممكن ان ان انت تعمل جينيريت تاني وتشوف صورة تانية وهكذا ده بالنسبة البلاي جراوند نيجي بقى بعد كده لموقع ليوناردو علشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي يلا بينا نروح ليوناردو ونبص هنعمل ايه هنروح نعمل جينيريت لي اهو هحط الامر بتاعي وهنا ايضا هروح اجيب الامر السلبي او الحاجة اللي انا مش عايزاها في الصورة واروح احطها في النيجاتيف بروميت فهروح افعله بالمنظر ده كده واحطها وهنا هاختار مثلا ممكن اجرب اسيب ده زي ما هو مش هفعل بروميت ماجيك انا عايزايا يلتزم بالامر زي ما هو وابتدي اعمل جينيريت هنا هاختار سورطين بس وهنا الابعاد هاسبها زي ما هي وهروح اعمل جينيريت انا بعمل معك بتطبيق عملي انا برجع تاني نرجع مع بعض ونشوف الجودة بتاعت كل موقع عاملة ازاي وطبعا اتمنى في التعليقات تقولولي هل انتم متفقين معايا ولا لا ده بالنسبة لي الصورة لا هنا ما عجبنيش قوي الموضل ده مش حلو ممكن اروح اختار موضل تاني ممكن اروح اختار absolute reality زي ما احنا شايفين الabsolute reality حلو جدا عن الموضل اللي فات تعالوا كمان نجرب واحد من الموضل اللي بتعجبني جدا وهو dream shaper تعالوا كده نشوف dream shaper الصورة دي حلوة والصورة دي حلوة ولكن اللي اعطاني النتيجة الحد دلوقتي حلوة اوي انا شايف play ground وكمان is your gram اكتر اتنين اللي حد دلوقتي يعطوني اوي تبوت حلو لكن ليوناردو بجودته مانا اقدرش نقول علي يوناردو حاجة بصراحة لانه هو جيد نيجي بقى الاخر موقع معي النهار دا وهو الليكسيكا وليكسيكا كل تتكلمت عنه من قبل ايضا من المواقع الجيدة لو رحت الليكسيكا ورحت عملت اروح ابتزي احط الامر بتاعي اهو نروح نجيب النيجاتيف نبص قطيت النيجاتيف ويونا الديمينشنز بتتحكم في الديمينشنز بتاعتك وهبتدي ان انا اقول له جينريت هنا مور ايدي بيديك افكار ازاي تكتب الامر بتاعك فحنشوف مع بعض كده مور ايدي برضو عشان تاخد فكرة انا ممكن اقول له من او ومن بزنس من ارتست مورنينج نون ميدنايت بيوريك يعني هنا انا هو امان الووكينج في المورنينج فانا اريد محقق time of day والكاركتر فابتدي اقول له جينريت عشان نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي هنا الكاركتر لو انت حبيت تغير تقدر تغير من هنا يعني ادي الصور اللي هو عطاه لي هنا ممكن ابتدي ان انا اغير شوية اخلي مثلا نخلي بيزنسمان واخلي نون بنوراميك image كده نعمل تجينريت ونشوف هنا المرات يعطاني يعني شكل مختلف حاول نو يكون مور ريل زي ما احنا شايفين مش بطال يعني انا شايفة ان في التفاصيل والاوتبوت بتاع ومش بطال شايفة ان image creator from microsoft اكتر حاجة جابت الفكرة اللي انا عايزاها ال playground مش بطال ideogram بعد على طول image creator from microsoft برضو ممتاز جدا بشكل احنا بصينا بصة كده على افضل خمس مواقع في انتاج ايديو جرام ليوناردو بلايجراوند اي اي وليكسيكا بلايجراوند يعني النهاردة فجئنا انه اعطيني نتائج افضل من ليوناردو اي اي ولكن انا برضو شايفة ان ليوناردو اي اي ما زال بيدي النتائج كويسة وفي الاخر خالص ليكسيكا وجربناه مع بعض بشكل عملي اشوفهم فيديو قادم بإذن الله على قناة كل يوم موقع جديد وزي ما قلت لكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكممنت لو انت من متابعين الاعزاء ولكنت بتشوفنا اول مرة ياريت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد نوع عيدك ان انت ان شاء الله هتستفيد وخش كده على القناة وشوف الفيديوهات الموجودة ان شاء الله تلاقي الفيديوهات اللي انت ممكن تكون كنت مستني تشوفها او تسمعها او تلاقي حاجة انت كنت بتدور عليها عليها دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته